يعطيكم العافية يا رب خلينا نبدأ بالبارس الثاني من شابطة 11 طيب إحنا حكينا عن أنواع القوى الانتر موليكير بورس طيب إحنا نعرف هلأ كيف نقارن فيهم هلأ ترتيب القوى يوجد عندك الايونيك ايون دايبول هيدوريجين بويندينك دايبول دايبول لندن بورس مقارنين من الأقوى إلى الأضعف يعني موضحين طيب أول إشيحنا كيف نقارن نقارن على القوى يعني هاي مثال هون هيدوريجين بويندينك دايبول دايبول لندن فورس ايش يعني واضح المقارن في حال شابط القوى الرئيسية في حال كانت القوى كلها متشابهة بيتم المقارن عن طريق الحجم الدري والكتلة المولية اللي هي اللي اختصارها مولار ماس هون مثلا المثال هدول هدول كلهم لندن فورس كيف نقارنهم هون في H4 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 نفس الاشي فبنقارن على الطريق الذرة المركزية الجي اي والاس اي والسي اللي بيكون حجمها الدري اكتر هي ايش بتكون هي اقوى جزيق فيننظر للجدور الدوري في عنا الجي اي والاس اي والسي حجم الدري بيزيد كل ما ذهبنا لليسار وللأسفل فهون كلهم على نفس العمود كلهم يعني على نفس دي صار فإذا انتوا تطلع لوين للأسفل لان اقوى ايش ايش جي اي بعدين الاس اي بعدين السي فإذا هيها واضحة طيب المركبات العضوية منعبر عن كتلة المولية بعد الدراكي كربون طيب شو يعني المركبات العضوية المركبات العضوية اللي هي تتكون من كربون وانصر واحد فقط وانصر اخر فقط زي مثلا الـ CH4 مثلا CO2 هاي كلها مركبات عضوية وفي الـ C2F4 شوف ملخظين فيه كربون وانصر اخر كلهم نفس الاشي طيب نأخذ هاي المثال هنا فيه ثلاثة هيدروجين بويندين وهو تشابهة القوة كيف ننقارن بينهم كلهم عندهم OH بنغطى على الـ OH بنطلع على المركب العضوي هذا كل مركب العضوي لانه نتكون بس من كربون OH احنا حكينا مقارنة مركبات عضوية بعدد ذرات الكربون اكثر عدد ذرات كربون هي بتكون الاقوى بسيطة ايها اربع ذرات كربون هون هون ثلاثة هون اثنين فهي اكتر شوف مثال ثاني هون كلهم لندن فورس هون فيه ست ذرات كربون وانا فيه خمسة وانا فيه كم اربعة اذا هاي اقوى اشي طيب شو بنا نسوي في حال انه تشابهت القوة وتشابهت برضه على الضرات الكربون كيف بدنا ننقارنها نقارن عن طريق الشكل شكل المركب اللي نحكيها ايش التفرع البرانشينج كل ما زاد البرانشينج قل الانتر موليكيورار فورس كيف يعني مثلا هون عنا كلهم متشابهين دايبول 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 طيب كيف نقارنهم وكلهم برضه اربع ذرات كربون متشابهات طيب كيف قررناهم ازاي هيك على حسب الشكل شوف لاحظوا هنا فيه تفرع هون تفرع واحد شوف نفس الاشي هنا فيه سي أل سي أل كله نفس الاشي هنا فيه سي أل يعني نفس الاشي بالزبط ولكن هنا فيه تفرع واحد هنا ما فيه ولا تفرع هنا فيه تفرعين فإذا اللي بيكون أقل تفرعين الواضحة للاقة بيكون أكثر تفرع عفوا أقل فهي أكثر اشي تفرع فهي حتكون أقل الاشي يعني باختصار اللي بتشوفوا يعني شكليا هيكا بمعجوق شوي بيكون هو أكثر ويعني أقل طيب خلينا نأخذ مثال فكيلك أنه من هذول القوة أقل اشي أضعف اشي طيب مركب غير مركب غير قطبي هنا نبولر إذن إيش لندن فورس الـ HF HF هيدروجين بويندينج الـ H مرتبطة مع M أو O أو F إذن هيدروجين بويندينج الـ H2S هذا مركب إيش قطبي بولر إذن بيكون إيش دايبول دايبول الـ H2O برضو هيدروجين بويندينج H مع O إذن الجواب إيش ديكون الأقل قوة أقل قوة إيش هي لندن فورس طيب سؤال لاحظتوا حكينا أنه هنا في بولر وهي ننبولر الـ H2O لإذن الجواب إيش دايبول دايبول يعني بس لندن فورس دايبول دايبول كيف ننفرق بينهم حكينا أنه منفرق عن طريق أنه هاي بولر وهي ننبولر كيف ننفرق كيف ننميز أنه هاي بولر وهي ننبولر طيب خلينا نوضح هذا الأمر إذا كانت الذرات المحيطة بالذرة المركزية غير متشابهة مش زي بعض يكون المركب قطبي بولر يعني دايبول دايبول مثال C H3 B R الذرة المركزية هون C الذرات حوليها غير متشابهة لاحظوا H3 B R مش زيها هنا برضو C نفس الإشي الذرات غير متشابهة طيب لو كانت متشابهة هنا فيه حيكون برضو حالات تانية إذا كانت الذرة المركزية بتنتلك أزواج منفردة من الإلكترونات بكل مركب قطبي عندك مثلا H2S كيف يعني أزواج منفردة تتذكروا بكيميا 101 لتمثيل نظام لويس للجزيئات طيب خلينا نذكركم فيه بشكل سريع جدا H2S مثلا التمثيل للجزيئ الأس وإيش كم إلكترون حولين الأس في المدار الأخير 6 إلكترونات زي الأكسجين والأتش كم مدارها الأخير فيها إلكترون واحد فالذرة المركزية دائما بتمنح وإحنا قلنا كم هيدروجين اتنين ضرتين فالأكسجين حيأخذ ذرة حيأخذ كمان ضرة هنا كم ضل زوجين من الإلكترونات إذن موجود زوج منفرد من الإلكترونات فهذا المركب قطبي مثلا الـ NCL الـ نيتروجين في خمس إلكترونات الـ CL في سبع إلكترونات وفي عنا ثلاث إذن الظرة المركزية حتمنح هيحتاج أكم إلكترون حتى يستقر اللي كلور هيحتاج واحد اتنين ثلاث لأنه سبع هو يستقر عند الثمن إلكترونات هيضل إيش زوج منفرد إذن برضو هذا بولر ألا كيف نحدد أكم زوج إلكترونات يعني تحددها من الجدول الدوري صراحة وهي المفروض أنت مرت عليك من بكيميا 101 مرت عليك يعني حتى بالأيام المدرسة مرت كثير بس ما علينا مشكلة إذن كانت الظرة المركزية ما بتنطلق أزواج منفردة فهي إيش دا تكون تكون كيف يعني نفس الإشي CO2 مثلا السي كم إلكترون واحد اثنين ثلاث اربعة والأو عليها ستة الظرة المركزية إيش هي السي ستمنح هنا فيه تنتين O نعم هنا حتى تحتاج تنتين حتى تصير ثمان إكترونات حتى تستقر رح ناخد تنتين للأو وكمان تنتين طب ما ضل ولا زوج ولا ضل إشي من إكترونات إذن هذا ننبولر نفس الإشي السي أتش فور هنا السي واحد اثنين ثلاث أربعة والأتش إكترون واحد بس هنا فيه أربعة عشان نستقروا الإش كلهم بأخدوا أربعة ما ضل ولا زوج إلكترونات إذن هذا ننبولر طيب سؤال إحنا حكينا أنه هاي هي الظرة المركزية السي وهنا مثلا البي وهنا السي كيف حددنا أنه هي الظرة المركزية بسيطة الظرة بالجزء اللي بتكون أقل عدد ذرات هي بتكون الظرة المركزية عندك أتش تو أس هنا فيه تنتين أتش وهنا فيه واحدة إذن الأس هي الظرة المركزية عندك أن تسي أل تسي أل ثلاث إذن الأن هي الأقل هي الظرة المركزية وهكذا طب إذا كانوا متساويين لعدد الذرات منحدد على الأقل الكهروسلبية تذكروا هكروسلبية كيم يمي واحد عندك C H 3 B R طب ماشي ال H مستحيل لأنها فيه ثلاث فإذا يا C يا ال B R طب كيفنا نحددها الأقار الكهروسلبية من منا نحددها من جدول الدوري فلعوا الجدول الدوري جدول الدوري كل ما رحنا على اليمين وللأعلى تزداد الكهروسلبية لاغظوا احنا عكينا عنده C وال B R ايه C وهي ال B R دواني السي محطوط الكهروسلبية جنبها برضو مكتوب تحت 2.55 وال B R 2.96 الأقل الكهروسلبية ايش السي فإذا السي هي الضرر المركزية طب C H 3 سي المثال الثاني تطلعها هي بدون ما تطلع على الرقم هتا هاي واضحة السي والسي أل هاي السي أل بدش نغبش على الرقم ماكيش مشكلة شوف السي أل طال على فوق أكتر ورايحة على اليمين أكتر فمنطقيا هي اللي حتكون أكتر كهروسلبية فإذا لأ الأقل كهروسلبية ستكون الضرر المركزية فإذا برضو C هي الضرر المركزية يعني الموضوع بسيط إن شاء الله طيب نكمل التمييز إذا كان مركب تكون من كربون ونوع واحد فقط من الضررات اللي حكينا عنها المركبات العضوية نفس الإشي بيكون مركب غير قطبي ننبولر أو لندن فورس نحكي عنه دائما مركبات العضوية ننبولر ودوها قاعدة خلاص أول ما تشوف مركب غير عضوي يعني خلاص ننبولر لندن فورس مثال على هالسي أتش خري السي سي أل فور تشوف لاخده كربون وذرة وحدة فقط الاسي تو أتش سيكس سي والأف إذا كان مركب تكون من كربون وأكثر من نوع من الضرات تشوف الفرق عن القبلها يعني هنا كم نوع هاي كربون وفي عندك أتش وفي عندك بي أر ثلاثة صاروا إذن هذا بولر وهنا في عندك سي وأتش وأو إذن هذا برضو بولر يعني بتوقع هيك نستطيع نميز بين البولر وإن البولر طيب خلينا نحل أمثلة طيب بحكي لك من هذول الجزئات إيش الأقوى انتر مليكير بسيطة بنحل حرب حبه سي أتش فور إي لندن فورس مركب هذا مركب عضوي من النظر سي أل تو سي أل تو هذا مركب يعني هو مع نفسه يعني تكون هيك الرابطة سي أل مع سي أل هذا لندن فورس ويكون ضعيف جدا والأو تو نفس الحالة لندن فورس هيك الرابطة بسيطة بسيطة بوندن. في هنا ايش? طب مع في اف او 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 ان. لا ما في. اذا مش هيدروجين بوندن. لغيها. طيب هل هي ايون? لا ما في ايون. يعني واضحة. طيب هل هي دايبول دايبول? نعم هي دايبول دايبول. هي ذرة كربون وذرات مختلفة. اتش و سي ال. اذا نعم دايبول دايبول. طب هل هي ديسبيرجين? ديسبيرجين اللي هي نفس اللندن فورس. طب. ممكن يتيجي هيك. ممكن يتيجي هيك نفس الاشي. اذا برضو فيها لندن فورس. لندن فورس موجودة في حكينا في جميع الجزئات. بولر من بولر. طب ايش الجواب? وبيحكي لك ايش اقوى نوع لاحظه. اقوى نوع ايش هي دايبول دايبول. الجواب بي. طب سؤال. لو حذفنا كلمة ستورنقس. بغير على السؤال. كيف ده تصير الحل? يعني بحكي لك ايش نوع اللي قوة تجادب بالسي اتش سي الي ثري. في دايبول دايبول في لندن فورس. رح يكون الجواب بي و سي. الجواب بصير اي. حول. لاحظه. يعني كلمة واحدة بتغير منحنا السؤال. طيب هنا سؤال. بحكي لك ايش نوع القوة تجادب في هذولا تلات جزئات. الميثان. الميثان ممكن يعطيك يا زي هيك اسم. يعني انا ما توقع هو بدي صعب عليك بيجيب لك زي هيك. بس ممكن يجيب لك زي هيك. الميثان هو نفسه السي اتش فور. السي اتش فور اش هو? لندن فورس. طيب هنا السي اتش سي هيدورجين بوندينج. طيب ليش نصلح? هاده ناخد عليها صح. هون يعني ناخد عليها غلط وهون ناخد عليها غلط. ليش طيب ايش اللي اللي لطنا فيه? هاي مش بس فيها دايبول دايبول. لاحظوا. هنا فيه برضو لندن فورس. وهون ايش فيها برضو? هنا برضو فيها دايبول دايبول. ولندن فورس برضو. مش حكينا الهايدورجين بوندينج. هي نوع خاص من الدايبول دايبول. فلاحظوا الجواب كيف? الاولى لندن فورس. هنا لندن دايبول دايبول. لندن فورس. دايبول دايبول. هيدورجين بوندينج. طيب خلينا نحل هاده المثال الأخير طيب 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 قوة تجاذب بين جزئات تعتمد على شكل الموليكيول هذا صح أو صح طيب لندنفورت موجودة بجميع الجزئات الهيدروجين بويندينج هو مختلفة من الهيدروجين بويندينج الهيدروجين بويندينج الرابط الهيدروجيني هي نوع خاص من الهيدروجين صح إذن الثلاثة صح الجواب أه في نقطة أرجع لها صراحة عند الجدول الدوري عند الجدول الدوري يعني دائماً أنا أنصح يعني أنصح في بعض العناصر أنك تحفظها عن غيب لحيث أنك ما تتخربه اللي هي هدول يعني هدول ألمت عليهم يعني أنا أنصح صراحة أنك تحفظهم بالترتيب عادي بسيطات يعني بتتعود عليهم شوف هي يعني لاحظهم كيف تتعود عليهم هاي بدناش نتطلع على جدول الدوري نحل هون هاي هون هاي هاي اللي نوم سطيل تذكروا الرابط الهيدروجينية كان الان وان الان و اف صح نوف طب قبل الان في اش في ب في س تحت ال او في اس تحت الاف اش في في سي ال في بي ار في اي لاحظوا نعم نفسهم شوف كيف احفزناهم طريقة بسيطة عن طريق الرابط الهيليزيوني لان او اف ضروري تحفظوهم بهذا الشكل انا انصق صراحة ليش لانه الجدول الدوري بالعادة ما بيكون معك بالامتحان فانت ذاك تضطر تحفظ هدول يعني نصيح مني لانه الدكاترة يعني الامتحان بيجيبوها بيجيبوا الامتحانات عفوا بيركزوا ع هدول العناصر بكتير كتير بيجيبوا منهم وما بيكون معك الجدول الدوري فانا انصح انه تحفظهم بهذا الترتيب يعني بالاخص هدول يعني خلينا نتوقف هون ويعطيكم ألف عافية ان شاء الله هنكمل بالبارت التالث